أكد مدير سد دوكان في محافظة السليمانية كوجر جمال انخفاض منسوب الماء في السد لأكثر من خمسة أمتار بسبب قلة الأمطار مبيراً أن الأمطار التي شهدها العام الحالي كانت أقل من نصف ما هطل منها العام الماضي والذي سيلقي بظلاله على حركة الزراعة وأضاف إن أكثر من مليون ونصف المليون دنوم في مناطق السليمانية وشمال أربيل ستتأثر بهذا الانخفاض ترجمة نانسي قنقر